مرحبا فيكم حبايبي برج الحوث فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عاملت شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كارتي كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم بتحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص بالشخص اللي أنت حاطته في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخبّلنا هذا الشهر للحوث الحوث بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد فترة قاتمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوث شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراع صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع لحد ما سببلك هذا الموضوع مثل يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك كان في عندك مثل نفور ناحية شخص أو ناحية كل المحيط اللي حواليك عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى أنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل في مهام رح تسند إليك في شغلات رح يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح تحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هما هدولة اللي كان في بناتهم أو بينك صراع رح يصير في حسد أو كذا فدير بالك منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين شايفيت لك على في محكمة على نجاح في ممكن يكون طلاق حضانة أولاد ممكن يكون في محكمة معينة ممكن حتى زواج رح تكون على 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 نجاح خليني نحكي الأبراج بشكل عام في عنا جوزاء سرطان تور في أبراج نارية كتير يعني في هوائية كتير عم بتكون وفي ترابية شوي طيب شايفة في شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا فديروا بالكم هذا الشخص في شخص غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة نفسية أرق هذا الشخص رح يعرف غلطه رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك رح يكون رافع يعني راية السلام ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة مشاكل يعني غيرك أنت فعم بشوفكم اجتماع عم تجتمعوا مع بعض عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة علاقة حب ضمن العمل ممكن تكون شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على صعيد العاطفة على انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كذا شايفة الأمور رح تنعكس شايفة إنه فيه علاقة ثالثة منتهية أو رح تنتهي بالقريب العاجل هون بيّن شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن شغلات من هالنوع لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا أو ممكن عملية جراحية تكون ممكن يكون معنى الكرت إنه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون خلينا نقول يعني منصف أكتر ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه وهذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات هو شخص خلينا نقول مش ناضج تماما فنكون شوي بس هو بحبنا إحنا بنحبه لكن عم بيكون في شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نضوج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك آآ في أشخاص عم يدعو لك آآ في الليل يا برج الحوت آآ عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا أم أو أخوات لأنهم ناس آآ عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق آآ لأ لك في أشخاص بيحبوك يعني نيالك آآ في عندك حب حقيقي اللي قلنا آآ عليه ولكن زي ما قلت لك انت فعلا رح تكون حريص من هذا آآ الشخص شايك تغير عندك آآ تغير جذري آآ من ناحية الحب والعلاقة تغير في آآ خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة في آآ تجديد على هذا الصعيد شايفيته الحبيب من بعد ما كان كتير آآ خلينا نقول آآ معاه زمام الأمور وهو متحكم بالأمور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك آآ حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو انه شايفك مثل الجوهرة مثل الشغل اللي ما رح تتكرر آآ لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الأخير العلاقة الثالثة مع الأعمال والأسحار آآ لكن شايفة بعديها فيه انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك فيه انتصارات آآ ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لا يعني انك ست الحبيب والحبيب آآ كسبك آآ بي من بعد العلاقة السلاسية من بعد تدخل يمكن آآ من العائلة هو مش شرط يكون خيانة أو كزا آآ المهم آآ انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة آآ ثقة من عنده ناحيتك خلينا نشوف آآ عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز آآ شو عم آآ بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها اوه حلو هون بعم بشوف آآ اللي هو تحسن مالي آآ والتحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة آآ التطور بالعمل فشايفة انه التطور بالعمل في آآ امنيات في العمل في آآ ترقيات اكتر من ترقية في هاي الفترة آآ مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله قلال هاي الفترة شوف ازا في تحذيرات من الورق لبرج الفوت آآ نفس الكارت لابل شوي آآ هون بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح آآ كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر آآ رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ آآ رح ترجح حقك من الحبيب آآ كيف بيقوله وزيادة يعني آآ رح تركز على انه ترجع حقك آآ منه هو غلط لي ان كان معاك بواحد واثنين وثلات رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معا صفحة جديدة لانه مبين انه التنين انتو آآ مالكين قلوب آآ بعض انا هيك شايفة بالكارت اكتر شي نشوف اتقلوت آآ ازا فيه نصيحة معينة ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل آآ الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك آآ شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص كنت خلص فاقد الامل في هذا الشخص او مش حاطط عليه كتير آآ يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاططها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور مثل تطمينات مثل آآ هو رح يكون صلاح الديني ممكن متل آآ بيقولوه له مصباح على الدين او شي آآ رح يكون مثل هيك مبارف ان شاء الله يكون يا رب آآ بس عم يعني بسحب كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بس تعمل كروت مختلفة لابراج مختلفة آآ هو اصلا وقع لحاله آآ شايفي فسطان زفاف آآ شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان آآ اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب للناس اللي حابين يعني. خلينا نشوف الكروت الرومانس مسلا. آآ حلو طلعت لك آآ مثل آآ بيقول لك انا عم بيحمل لك رسالة من الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود. آآ عم بيقول لك انه هو سعيد. آآ وبسلام بيقول لك آآ بيقول لك انه بيحبك كتير. آآ هاد الكرت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة. آآ فحباي بيبرج. آآ الحوت. نشوف كمان. الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون. نقلب. اوكي. اوه. ميموريز. آآ العلاقة رح تكون اكتر شي عم بتركزوا على الذكريات. عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من اول وجديد. عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة. عم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الاماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف. بس آآ هو هيك كان الكرت. آآ حباي بيبرج الحوت بيشوفكم بالتوقعات. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.